السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وناخد قصة قارون التي فيها عبر ودروس متشددة من هو قارون وكيف كان يعيش وماذا فعل الله به قارون هو من أتباع سيدنا موسى الكليم عليه السلام وقصته تضر في بني اسرائيل هم اليهود الذين عاشوا مع سيدنا موسى عليه السلام وشاهدوا انفلاق البحر بأم أعينهم معجزة مادية أمام مرأة عينهم فازددوا إيمانا فلا يقبل منهم أن يخطئوا لأن الله تعالى أطلعهم على المعجزات البينات كيف كان قارون فقيرا ثم تحول إلى غني ثم إلى مليونير ثم إلى ملياردير ثم إلى قارونير وعوض أن يشكر المولى عز وجل على هذا العطاء وعلى هذه الساعة إذا به للأسف يتخذ موقفا مضادا للقيم والدين ولمصلحة الناس وبالتالي ستكون خاتمته السوء والعياد بالله ربنا عز وجل حكلنا هذه القصة لكي نستفيد منها ليس للتسلية وتنبلل الوقت بل لما فيها من العبر والدروس المتجددة رواها ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص تعالوا بنا أيها الأحب الكرام بإيجاز واختصار نتناول حقيقة هذه القصة ونستمت منها العبر والعضات وسوف يكون لكم الكلمة ماذا استفدتم أنتم أيها الأحب الكرام ماذا استفدتم من قصة قارون يقول ربنا عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فباغ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم تواب الله خير تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أيها الأحب الكرام هذه القصة الحقيقية والواقعية والاجتماعية التي ذكرها القرآن العظيم أراد ربنا عز وجل أن نتخذ منها أسوة وعبرة قارون هو في الحقيقة نموذج للبشر الطاغي إنه يمثل القوة الاقتصادية الطاغية في وقته قارون أعطاه الله القوة الاقتصادية وبدأ يبحث عن النفوذ السياسي لحماية ثروته هذه قاعدة معروفة منذ زمان كل من عنده ثروة اقتصادية سياسية ربما يخاف عليها ربما يهدده أصحاب السلطان ربما يبتزونه فيريد أن يحمي ثروته الاقتصادية فيليج إلى عالم السياسة لكي يحمي ثروته هذا أمر المشروع في الأصل إذا كان الإنسان يريد بذلك الخير هذا ما فعله قارون هو في الأصل قارون مدكان كان رجل فقير جدا ولما سمع بنبي الله موسى عليه السلام آمن به واتبعه وطبعا الأنبياء لا يتبعهم إلا الفقراء في الغالب الفقراء هم الذين يتبعون الأنبياء والمرسلين كما قال ربنا عن قوم نوح ما نرى كاتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا بالفضل في الغالب العام أما أصحاب التراء وأصحاب الأموال فيزهدون في الدين حتى إن الجنة أكثر أهلها من الفقراء حتى إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة سنة بنصف يوم وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون طبعا إلا من كان فقيرا الفقراء إلى الله كذلك بعد الأغنياء أغنياء فعلا عندهم أموطائلة ولكنه فقير إلى الله هادو الأسياد هادو الأخيار هادو الأبرار المال يجمعه ويضعه في يده أما قلبه فيكون خالصا لله كذلك سموا الفقراء إلى الله رغم أنه غني قارون كان فقير في الأول وسمع دين موسى عليه السلام وكان مع بني إسرائيل وصار يحفظ التورات أي نعم حتى صار بارعا في تلاوة التورات كان أقرأ بني إسرائيل أقرأهم للتورات وكان أحفظهم للتورات والتورات هو الكتاب المقدس المنزل على سيدنا موسى عليه السلام وكان الشديد العبادة كان الشديد الصيام وكان الشديد القيام حتى فاق جميع أقرانه من بني إسرائيل حتى إنه أراد أن يختلي أن يسمح ولي يفارق الدنيا اعتزل الناس ذهب إلى أحد الجبال وصار يتعبد ربه أنا ذاك وبقي على هذه الحال لكن قارون والعياد بالله سوف يتسلط عليه إبليس نتلب الله السلام والعافية أيها الأحبة الكرام من تسلط إبليس إياكم إياكم احضروا منه إبليس دكي إبليس غاية في الدكاء من اللي يبغي يجنب له أحد إلى الضلال ركيجه بطرق مختلفة ومتلودة وهو في الجبال يتعبد ربه استدرده إبليس بدأ يستدرجه حتى تمكن مذه وبدأ يزين له الدنيا ويزين لها متاعها ويحبب إليه المال ويحبب إليه السلطة فبدأ قارون في دعواته عوض أن يدعو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يدخله الجنة صار كل دعائه اللهم اغني اللهم ارزقني المال الوفير والمال الكثير يا رب مال من السماء ومن تحت الأرض ومن أعماق البحار بدأ يدعو الله تعالى كل دعاوة على المال مع أن المؤمن علي أن يدعو للمغفرة يدعو للتوبة يدعو للصلاح يدعو بحسن الخاتمة وإذا طلب المال فليقول الله ارزقني ما يكفيني ولا ترزقني ما يطغيني لكن إبليس استدرج قارون فبدأ يطلب المال كثير الكثير حتى أغناه الله تعالى حتى قيل بأنه مرة كان سن نموسى مع أتبعه وقال لهم هذه الساعة في الدعاء مستجاب اللي بغي يطلبشي حاجين يدعي بها ربي قد يعطيها له وكانوا الصالحين من بني إسرائيل بعض الصالحين كانوا كيطلبوه اللي كان مريض كيطلب الله الشفاء من البارس أو من السرطان أو غيره واللي كان عنده عنده عقم اللهم ارزقني ذرية طيبة اللي كان عنده بنات اللهم ارزقوني أزوى الصالحات اللي اطلب الله تعالى المغفرة اطلب الله الجنة لكن قارون قهو الأخر فقال لها ادعو مما تشاء يا قارون فقال ادعو الله تعالى ان يجعلني اكثر الخلق مالا بغيت نكون انا الاغنى فهو يسمى القارون فيقال هناك المليونير وفوقه هناك الملياردير وفوقه هناك القارونير يعني ليصل القمة هذا لا احدى وصلنا في التاريخ حتى اترياء الكبار في العالم لا احدى وصل الى ما وصل اليه قارون لذا كان عنده سبع طوابق تحت الارض وسبع طوابق فوق الارض كلها ذهب وفضة والماص ولؤلؤ ومرجان وغيرها لما اغداه الله تعالى سوف يتبدل حاله فقارون اعطاه الله تعالى الاسباب اعطاه انه تملك العلم والمعرفة في طرق جمع المال لان هذا اقتصاد علم الاقتصاد علوم الاستثمار هناك علوم وعطاه الله تعالى اساليب التمويل وعرفه بطرق الاستثمار وعلمه الكيفية دل حفظ المال وحمايته ومضاعفته لان المال تتعلم اولا كيف تشبعه اولا ثم كيف تستثمره ثم كيف تحفظه ثم كيف تحميه ثم كيف توسعه هذا العلوم الاقتصادية هذا هو دورها صار له عين من طويل وباع طويل في علوم التجارة وفي علوم الاقتصاد وبرع في الزراع وفي الفلاحة وبرع في الصيد البحري وبرع في كل الوان الجمع المال واشتهد وربنا كان يعطيه كان يوضع الدولة التراب يصبح دهبا وفضا ولؤلؤ ومرجان لانه دعا دعوة كانت ابواب السماء مفتحة فتح الله عليه ابواب الثراء الفاحش وامتلك الذهب وامتلك الفضة والمعادن المختلفة حتى ان المشكلة التي عانى منها قارون هو انه لم يجد اين يضع ما له فدرى مشكلة كالي عنده المال كثير ولا يدري اين يضع المال بل منهم بل لا يدري كم يملك عنده اموال طائلة متفرقة هنا وهنا وهناك طروات مختلفات مشكلة قارون ان الحجرات اللي بناها باش يخبف فيها الاموال ان يمزمان لم تكن هناك ابنك وانما كانت حجرات انسان كدير حفرة في الارض ولا كدير شي مكان لهو بعيد عن الانظار هو بدأ حجرات بدأ دي هونغار كبار مش يخبفهم التروة دياله دال سبعة تحت الارض ودال سبعة فوق الارض ولكن المفاتيح دين هالحجرات كان يصعب حملها حتى من مجموعة من الرجال الاشداء جاب رجال لهم اقوية بحل دي هيركول يعني مفتورين عضلات الدور ديالهم يالله كيضور المفتاح كما قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصمة اولي القوة يعني اصحاب القوة يتعامون في ادارة المفاتيح لك ان تتصور ولك ان تتخيل مقدار هذه الثروة وقال لك وآتيناه آتيناه من الكنوز يعني ان الله اللي اعطاه رمشي بالتدبير دياله ودن واحد تدبير دن واحد المشهود ولكن الله افتح عليه خزائن تروى دياله وآتيناه من الكنوز سمها كنوز لماذا سمها الكنوز الكنوز هو المال الذي يتم اكتنازه ولا يخرج منه زكاته هذا يسمى كنزا يتم اكتنازه تحت الارض وبقي هكذا قارون اصبح يعتزل مجالس موسى عليه السلام وبدأ يحب عيشة الترف ويلبس الملابس الفاخرة ويسكن القصور قيل بان لكناه قصر من سبع طوابق وفيه ثلاثمائة وخمسين غرفة يعني بحل بحل القصر الان لكن في مريطانيا يعني الاسرة المالكة في مريطانيا من اعجب آآ البيوت في الدنيا لكن هذا ايام زمان يعني سبعالاف سنة آآ من عصرنا هذا سبعالاف سنة الى الماضي سبعالطوابق وكل وفيه ثلاثمائة وخمسين غرفة وكل غرفة يمحلها غار كبيرة وفيه الخدم والحشم والعبيد وانواع الاطعيمة الملدات للدنيا كلها كان يستمتع بها وبدأ يفرح بنفسه بدأ يفرح بنفسه وحتى بعض الصالحين من بني اسرائيل اللي كانوا مع سيدنا موسى عليه السلام وبقوا على حالهم وبقوا على العبادة وبقوا على الطاعة وبقوا على التواضع وبقوا على الاكتفاء بالقليل كانوا يجيون عندهم يقول يا قرون لا تفرح ان الله لا يحب الفريحين ان المقصود بالفرح ليس الفرح هو البشارة وانما المقصود به هو البطر والافتخار لا تفرح اي لا تبطر بما اعطيت ولا تفتخر على غيرك هذا الفرح اللي يخلل الانسان يشعر بال بالكبرياء والخيالاء اما الفرح المطلوب هو الفرح الذي يخلل الانسان يشعر بنعمة الله عليه لكن الفرح المذموم هو الذي ينسي الاخرة ويؤدي الى البطر والغرور هذا فرح مذموم جو الصالحين من بني اسرائيل قال لا تفرح ان الله لا يحب الفريحين وامتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفسادة في الارض هذه النصيحة اللي اعطوه الصالحين من بني اسرائيل قال لي ليكن غرضك دمان تجبعتي المال ورب يعطاك وهذه نعمة دمان اشهر سكدير خصك ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة لتكون همتك مصروفة لرضاء الله لتحصن تواب الله في الدار الاخرة بالايمان والعمل الصالح والانفاق بهذا المال على الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا نقول لك غد عد زاهد غد تلمس المرقعات وتمشيح في القدمين ابدا لا تنسى نصيبك من الدنيا تتكون عندك نصيبك من الطعام والشراب والملبس والبيت الفاخر والخدم والحشم خذ خذ لك نصيب من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا هذا هو هذا المحور الاساسي وأحسن كما أحسن الله إليك وانتخذ نعم كتشتغل دائما تهدف إلى الإحسان أن تحسن في عملك تحسن في أقوالك تحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك كما أحسن فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي ربنا عز وجل كل صنيعه معنا بالإحسان أعطانا السمع أعطانا البصار أعطانا العقل أعطانا الصحة والعافية أعطانا الوالدين أعطانا الإخوة والأخوات أعطانا الزوجات أعطانا الأولاد أعطانا المال أعطانا الإيمان أعطانا الكثير سبحانه وتعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأحسن كما أحسن الله إليك ورب دائما محسن كما أحسن الله فيما بضى كذلك يحسن فيما بقي بإذن الله يختم لدولكم بالحسنة تنبق لي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إياك أن تستغل هذا التروع وتستغل هذا المال الوفير فتفسد في الأرض وتشجع المفسدين وأدير حولك واحدة الدائرة للفساد مش تحمي نفسك وهما يدافع عنك هؤلاء ربنا لا يحبهم إن الله لا يحب المفسدين هذه وصايا قالوها الصالحون من بني إسرائيل وأرادوا به خيرا نصحوه أن يتصدق من هذا المال أن يعطني المحتاجين وأن يطعم الجياع ويكسو العرات لكن قارون اعتبر بأن هذا الأمر تدخل في الشؤون الشخصية وقال لي أن هذا المال راني مشي نزل عليها من السماء هذا المال راني تعبت واشتغلت بالليل والنهار واكتسبته بعرق جميل وبعلمي وبدكائي قال إنما أوتيته على علمي عندي كان يتمهى بالعلم على علمي عندي يعني كيقول الصالحون كيقول لك ثلاثون من المهلكات أنا ومعي وعندي إياكم أيها الأحبة الكرام هذه الكلمة الثلاثة احذروا أن تتقوا بهم أو تتكلموا بهم أنا ومعي وعندي لأن اللي قالوا هذا الكلام كلهم والعيد بلال عاقي بدلوا كان السوء اللي قال أنا قالها قالها إبليس قال أنا خير منه خلقني بالدار وخلقه بالطين فكذا أن اللعنة بقيت وراءه إلى يوم الدين وقالها فرعون قال أنا ربكم الأهل أنا فأغرقه الله في اليم وعندي عندي شكلي قال قارون قال إنما أوتيته على علمي عندي يعني بعلمي اكتسبته بثقافتي وبدكائي لم ينسب ذلك إلى الله شوف سيد مريم كلما دخل عليها زكرياء المحرام وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب المؤمن الصادق يقول لكل حاجة دي الله هالدار هي دي الله واللي أطهالية هالسيارة دي الله طهالية هاد المنصب دي الله طهالية هاد الولدات دي المولادة هو لدعم علي دائما ننسب الأشياء إلى الله أنا ومعي وعندي لقال أنا إبليس وفرعون دمرهم الله واللي قال عندي هو قارون سوف نرى ما سيقع له واللي قال معي هو هامان هامان قل معي معي فرعون ومعي الزبانية ومعي دائرة المعارف ودائرة السلطة فوقع له ما وقع هذا التباهي ربنا ينهى عنه من صفات المؤمنين أنهم لا يتباهون مهما وصلوا إلى العلم أو وصلوا إلى الثروة أو وصلوا إلى المناصب كيقول ذلك من فضل الله هذا عطاء الله وربنا عز وجل أراد أن يختبرنا كيقول الله موفقنا لاستثمار هذا العطاء والتكريم فيما تحبه وترضاه وبقي هكذا قارون يفتخر باشتهاده وكده لأنه جمع المال ورد عليه الله تعالى على هذا الاعتقاد الفاسد وقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ربك يقول لنا يا قارون رداز في القرون السابقة رتاريخ البشاري طويل رفي ملايين سنين رفي حضارات وثقافات وفي شخصية مهمة داز من هو أشد منك قوة وأكثر جمع كي يكثر من قارون وأهلكهم الله تعالى من الأمم الماضية بسبب ذنوبهم وخطاياهم وهذا غادي يكون قارون غايم دا غايم دا يقترب من فرعون غايترك موسى عليه السلام وغايم دا يحاول يغازله حتى إن فرعون قرمه إليه وأعطاه واحد منصب سياسي كبير باش يحمي الثروة ديالو ويحمي السلطة ديالو أصبح وزيرا للشؤون العبرانيين لدى فرعون الوزير المكلف بالشؤون العبرانية لدى فرعون وبقي كلا أبهده هنا يعني هو رامع موسى وقومه ولكن هو رامع يردو مع السلطة العليا فرعون وزبانيته امتغى يقع المشكلة الأكبر لما سيد موسى عليه السلام غد يفرض عليه الله تعالى الزكاة لأن سيد موسى في اللول فرض عليه الله تعالى العبادة تقوص على العبادة دي الصلاة فالصلاة يقوم بين ناس كلهم ثم فرض الله عليه الصيام فكان بدو إسرائيل يصومون فكان قرون يصوم معهم لكن لما فرض الله عليه بالزكاة هنا غد يبدي بدو الناس غد يبدي كل مؤمن الصادقين وشكون المتدبدبين سيد موسى جمع القوم ديالو وقال لهم إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة أن على كل ألف دينار دينارا وعلى كل ألف درهم درهما وعلى كل ألف شاتين شات هكذا نبدأ كل ألف دينار خرج من دينار عندك ألف درهم خرج درهم عندك ألف شات خرج شات ومقي هكذا فالنسلهم عندهم أموال لقد الحل عنده عشر ألف دينار عشر ألف درهم عشرة درهم عنده لقسم لكن قارون عنده ما الوفير ما الوفير عنده ملايين من الملايين من اللي حسمها باتليه كثير جدا باتليه أموال طائلة فاستكترها كيف يمكن أن يضحي بهذه الأموال ويعطيها الفقراء لم تطاوعه نفسه جا عنده إبليس وإبليس كي تصل على الإنسان الله يحفظ وإياكم من إبليس الله يحفظ وإياكم من وساويسه ومكائنه را وخدكن دكي وخدكن كتف من جميع جوانب إبليس أخطر منك أخرج أبونا آدم وأمنا حواء من الجدة جا عند قارون أبنك يوسوس له فشحت نفسه ولم تطاوعه على إخراج شيء من الأموال ثم غدا يبدأ قارون يتحول يتحول من رجل مضاصر لسيدنا موسى عليه السلام كذا بالأتبع دياله غدا يعد رجل مضاد ومعاكس ومحارب لسيدنا موسى ولك يجمع الناس وكي يقول لهم أيها الناس إن موسى هذا الذي جاء يأمركم بكل شيء وأنتم تطيعونه اليوم جاء يأمركم بأخذ أموالكم اليوم الأموال ديالكم غير ديها لكم فقالوا له ماذا نفعل قال علينا أننا ندبر له مكيدة جمعوا واحد المجموعة ديال مدبدبين قالوا مغندروا الواحد المكيدة لموسى ذيك الشعبية اللي عنده عند أبناء الشعب وذيك المقام اللي عنده قد حيدوها له هذه معروفة أي واحد عنده بدك يقول أو أشياء فوق كان حيدولي الشعبية دياله وكان يتفع قال لي هذا نفعل قال لي شليه الطريقة اللي غني استعملوها قال لي غندلوا لي واحد قضية أخلاقية حدما الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة اللي بيتقضيع له كتلفق لي تغبة أخلاقية يعني بلا سرقاء لأن ليس أبوه المال بلا طبوح سياسي ليس أبوه الكراسي ولكن ممكن تعطيه واحد تغبة أخلاقية فقالوا غلسقوا في موسى واحد تغبة أخلاقية وجموا واحد المرأة معروفة كانت آية في الجبال وكانت راقصة وكانت معروفة بالفساد ديالها اسموها سابرة سابرة هذه غاية في الجبال راقصة وكانوا لي هشوفي بغيناك تساعدنا وتمثلي معنا واحد الضور أن موسى أنه قام بمراودتك وأنه فعل بك كذا وكذا وغلطوك اللي بغيتي ديلي معنا هذا الضور قتل من بغيتي كذا من الدهم والفضة والقطع الدهمية قال أنا اغطوك اللي بغيتي قتل ماذا معكم فداروا واحد المكينة مثل تمتيلية جقرون إلى سيدنا موسى عليه السلام جاء متظاهرا له بالمحبة والمودة فقال يا نبي الله موسى أنت مدت من دنيا والو سنين أنت كتدعو إلى الله وليما غادي بعصاك وغادي بالتيام ذلك اللي هي بسيطة والناس دروا الأموال دروا المناصب وانت مقى على حالتك وليما كتدعو الناس كتتحب يا موسى حسنا غنعودك على الدعم وليلك ما تبقى اشتعب تبشي على الناس حسنا غنجمعوليك الناس عيونة تبقى تبقى تدور في القرى وفي الأزقة وفي الشوارع وفي الأسواق لا خلك أنت برسح حسنا غنجموليك الناس حسنا غنجموا واحد سحة كميرة وغدروا فيا واحد الخشبة ونجمعوا الناس وذيك الساعة اوعدهم يا موسى اعطيهم الوعد وعطيهم الأوامر والدواهي وذكرهم بما أمرك به الله أن تبلغه كان قارون من الأوائل لدى ما يسمى منك لسان لسان لك الخشبة اللي كي تجمعوا عليها الناس كون لهم وكي طلع عندك اللي غيتكلم أو يخاطم أو يغني أو يرقص وعيوض ما هو يمشى عن الناس الناس كي جوا عندهم صوح الخشبة عظيمة ودع الناس وقدم لهم مشروبات باشي يقوم بالإثارة ديالهم ويجيوا فقال لموسى سوف يخاطبكم من لجمعوا الناس قال له يا موسى اخرج عليهم وعيضهم كما تعيضهم كان سيد موسى عليه السلام من لك يجمع بدي إسرائيل وكي بغي يوعظهم أول ما كيوعظهم كيوعظهم ب أن الناس يخافون بدا الله أول ما كيبدا كي يقولهم أيها الناس إن الله معكم يراكم ويسمعوا كلامكم ولا يغفى عليه شيء أبنكم خافوا ربكم إنه قوي ذو الجلال الجبار كيبقى في الأول كيتكلم على على الدات الإلهية ثم بعد ذلك سيد موسى عليه السلام كيبدأ ينتقل إلى الأوامر الأوامر العبادات الطاعات الأمور لنتقرب بها إلى الله وددى المرضاته ثم كيختم كيختم بماذا كيختم بالمدهيات كيذكر ماذا الله عنه كيقولهم من سرق قطعنا يده ومن زد وهو غير متزوج جلدناه وإن تزوج وزد رجمناه حتى يموت كيختم لهم الشريعة الشريعة للموسى وطبعا الشريعة لسيد موسى رأيان في عدة جوانب مشابهة للشريعة الإسلام في العقوبات فاليهود عندهم قطعوا يد الصارق وفي القرآن الكريم ربنا قال الصارق هو الصارقة فقطعوا أين يهما والزاني الغير المتزوج هو يجلد وفي القرآن الكريم الزانية والزانية فاجديدوا كل واحد منهما واللي هو يمحصن ومتزوج في السنة أنه يرجم الرجم البث حتى الموت والعياد بالله فلما بدأ سيد موسى يخطب في بدي إسرائيل والنسكيبكي سيد موسى أعطاه الله الفصاحة والبلاغة لأن سيد موسى كان يتكلم في الأول وكان عنده مشكل مشكل في التبليغ في الحوار في اللغة في الصوت فدع الله تعالى قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله تعالى غضي يستجب له وغضي يعطيه القدرة عن الكلام فكان إذا تكلم أبهر والنسكيبكيه كلام موسى عليه السلام كيرجم القلب نبي الله الكليم يتكلم مع الله تعالى أعطى الله وحد الجلال أعطى الله وحد الهبى والنس اللي معاه من بني إسرائيل رأوا شافوا الذل والهوان مع فرعون وشافوا المعجزة الكبيرة لذي لضرب العصى وانفلق المحر فرقتين أنه نبي لكن بينما هو ينصحهم وقال لهم من سرق قطعنا يده ومن زن وهو غير متزوج جلدناه وإن تزوج وزن رجبناه توقف فقارون قال لي يا موسى هذا الكلام لك تقول ما الآن للعقوبات وش هو عام بالنس كلهم ولن تستطني وإذا كنت أنت يا موسى إذا كنت أنت لذي زنيت ما هو مصيرك سيد موسى قال لي أعود بالله منك أنا لا أقرم الفواحش أنا نبي الله أنا طاهر قال لي يا موسى إن هناك من بني إسرائيل يزعمون أنك أنك في خلوتك تفعل الحرام وأنك فجرت مع العاصية سبرت هذه الراقصة ففجرت معها قالوا أبدا أعود بالله من ذلك إني لا أقرم الفواحش فقارون يفضحوا أمام الناس الناس كلهم وقفين بالألاف يشوفوا هذا المشهد قال لي أدعوها إذن دعوها فجاءت المرأة وهي تبكي وهي جميلة و تكشف عن 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 كتفيها وكتبشي واحد المشهي تتير ونظر الناس وقد قال لي منها لقد لقد تحرش بموسى ونال مني رغبته وفعل بكذا وكذا سيد موسى تفاجئ من هذا الكلام الناس كلهم اشربت أعناقهم منهم من صدق لأنك تمبتل خطيرة وكان المشهد متقود والسيد موسى ضحية فماذا يفعل بعض الناس قالوا أنرجموا موسى بدكي يزو الحجارة قد يرجموه وهو نبي الله وهو كريم الله وهو المعصوم من عند الله سيد موسى بدأ يخاطب هذه المرأة قال لها انظري منظري إلى عيني واستحنفها بالله الذي فلق البحر والذي أنزل التوراة أن تكون صادقة قال لها استحنفك بالله يا مرأة قولي الحق واصدقي في القول استحنفكم الذي فلق البحر وأنزل التوراة فإذا بالمرأة تنظر إلى عيني موسى وتشعر بالخوف وبالرعشة وتقول له عفى الله عني يا سيدي وإذا بها تقبل قدميه وتقول تبرأت مما نسب إليك يا نبي الله إنهم كذبوا ولقد غروني بالمال وأنا أحب المال فقال من غركي ضدرت إلى قارود قد هذا قال يا قارود أنت كنت معي وكنت من العباد والزغاد ودعون لك الله أن يغنيك فهذا هو الذي وصلت إليه فقال يا موسى إنك تريد أن تجبع البال إلى نفسك فبدأ الناس ينظرون ثم انصرف الناس الله تعالى خاطب موسى أددك قال يا موسى هذا الرجل ظلمك أمام الملأ وهو قوي بماله وبزمانيته لكنك أنت الأقوى لأنني أنا معك الله قال له ربنا ادعو يا موسى بما تشاء أوحى إليه مر الأرض وأمر الأرض بما شأت فإنها مطيعة لك الأرض مطيعة ادعوها بالزلزل ادعوها بالبراقين ادعوها بالخسف فسيد موسى قال لا يا رب هذا الرجل أسائلي ولكن كان من أتباعي وكان من العباد الزهاد الصالحين لكن غنمه إبليس سيد موسى كان ينتظر من قارون أنه يندم ويتوب لكنه بعد ذلك قارون اختار يوما من الأيام المشهودة وخرج في موكب كبير يضم الآلاف من الخدم والحشم ولبسهم أجمل الثياب زين الثياب ووضع لهم الذهب والجواهر وركبوا على أفراسهم وعلى بغالهم وعلى دوابهم الدواب كانت تلبسوا الذهم والفضة والجواهر وبدأ يظهر قارون في أجمل الثياب وأفخرها بدأ مزهوم بنفسه الناس ينظرون إلى قارون ينظرون إليه ويقولون هذا الذي تحدى موسى بدأوا يقولون هذا محضون كما قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم الناس لعقولهم ضيقة الناس لكي يشوفون الجانب الماد فقط كان قام دائما يلهتون دائما ينبهرون يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا ثم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم توابوا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون بدأ الحوار بين الناس طبقة الشعب فئة من الصالحين يقولون هذا كله متع الدنيا لكن أصحاب القلوب المريضة المتعلقين بالدنيا الزائلة بدأوا لعابهم يسيل لما رأوه من نعيم قارون يمر في مسيره على مجلس لسيد موسى فأوقف الموكب وخطبه يا موسى أما لئن كنت قد فضلت علي بالنبوة فأنا قد فضلت عليك بالأبوال أنت ربنا أكرمك بالنبوة أنا فضلت عليك بالأبوال وبدأ يقاقه ويتكبر ويتجبر هنا سيدنا موسى سوف يدعو الله تعالى وربنا قال إن الأرض مطيعة لك بما أمرتها ستفعل فقال موسى اللهم يا رب العالمين مر الأرض فلتطعني اليوم فقال ربنا عز وجل هي مطيعة لك فقال موسى يا أرض خذيهم بدأ يدعي يا أرض خذيهم فأخذت الأرض قارون ومن معه من أتباعه إلى أقدامهم ثم قال يا رب إجعل الأرض تأخذهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مداكبهم ثم قال يا رب أقبل بالكنوز والأموال جل فرعون فاهتزت الأرض تحت داره وما فيها من أموال ثم أشار موسى عليه السلام بيده قال يا أرض خذيهم فامتلعتهم جميعا هكذا قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض هذا كنت سمى العيد بالله الخصف كين هناك الزلزال كين هناك المركان كين هناك الخصف والعيد بالله وهنا سوف إبدأ الحوار من جديد لما شفوا هذا المشهد المرعب وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون بدأ الناس يرون بأم أعينهم ما الذي وقع هلك الله تعالى قارون ومن تم ربنا عز وجل قال تلك الضار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين الضار الأخرة ربنا سوف يجعلها لمن عنده في قلبه الإيمان واليقين لا يحب الفساد ولا يحب الظلم ولا يعتنى للخلق حتى ولو جمع المال وملك الدنيا فالدنيا في يده ليست في قلبه جعلها الله لهؤلاء وبذلك ربنا عز وجل أعطانا هذه القصة ليبين سلطة المال المال سلطة ممكن أن يكون لك وإما أن يكون عليك فهدفي تنبيه إلى خطورة تعلق القلب بالدنيا كالقومة عن الناس ربما غاية حياتهم هو الحرص على المزيد من جمع المال والمال هو حطاب الدنيا الزائل يجمعونه ولو كان لحساب دينهم ومبادئهم وربنا يخبر بأن هذه الدنيا ما هي إلا لهن ولعب وإن الضار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هلك مال قارون وهلك أتباعه وهلك كل شيء وبقي الله تعالى حي قيوم هذه القصة أيها الأحباب الكرام تحكي عن عن فتنة المال وسلطة البال قصها رب دعليد لنأخذ بدها العبرة والعظة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله